يأتيكم العافية يا خامس كل سنة وانتو سالمين يا ميس ان شاء الله يا ميس اليوم ننكمل حلق اسئلة من كتاب التمارين يلا يا ميس أصنف المثلثات حسب اطوال اضلعوها بما ان يا ميس هذا عند المثلث هذا الضلع بيساوي او بيطابق هذا الضلع وبيطابق هذا الضلع فاذا يا ميس هذا يصنف مثلث متطابق الاضلع عندي هذا المثلث يا ميس هذا الضلع ما بيساوي هذا الضلع ولا بيساوي هذا الضلع هدول الاضلع الثلاثة كل واحد له الطول مختلف اذا هذا ميس مثلث مختلف الاضلع طيب بالنسبة لهذا المثلث يا ميس عندي ضلعين فقط متطابقان ومتساويان ضلعين فقط متطابقان ومتساويان اذا هذا ايش مثلث متطابق الضلعين مختلف متطابق ضلعين طيب عندي هنا يمس مثلث 9 سنتيمتر 7 سنتيمتر 4 سنتيمتر عندي مثلث كل ضلع له طول باختلاف عن الثاني زي ما انتو شايفين 9 سنتيمتر 4 سنتيمتر 7 سنتيمتر اذا يمس هذا مثلث واختلف الاضلع طيب اطلعوا لي يمس على السؤال اللي تحت الجدول اللي هو اصنف المثلثات حسب قياس زوا زواياها حسب قياس زواياها احنا حكينا يمس المثلث اللي فيها زاوية قائمة نعتبره مثلث قائم الزاوية واللي فيها زاوية منفرجة ممتبره زاوية مثلث منفرج الزاوية لأنه بكون احدى الزوايا منفرجة تمام ومنحكي عنه حادث ظوايا لما يكون كل زوايا ثلاث للمثلث بكونوا زوايا حادة بنحكي عنه حاد الزوايا طيب هون يا مس عندي زاوية 90 بما انه عندي هون زاوية 90 عطول بحكي مثلث قائم الزاوية مثلث قائم الزاوية لانه فيه زاوية قائمة لانه احدى زاوية قائمة طيب هون هون عندي ثلاث زاوية 45 و 25 45 و 25 حكينا اقل من 90 معناته هذا زاوية ايش هنا حادة وهاي حادة لانه اقل من 90 اما اكبر من 90 يمس بتكون منفرجه اقل طبعا من 180 اندازة بتكون طيب عندي هون يا مس 45 و 25 بعد الوجود الزاوية الثالثة نعم اللي هي مجموعة زاوية المثلثة بارك 180 ناقص 25 و 45 كم يمس 25 و 45 70 180 ناقص 70 كم يمس بيطلع عندي هنا الجواب 90 90 90 لا اكتر من 90 180 ناقص 70 110 هون يا مس اذا هذا مظلت زاوية منفرجة والزاوية الأخرية هنا حدة تانية يامس تنتين حدة وواحدة منفرجة فمنسميه هذا منفرج الزاوية مثلث منفرج الزاوية طيب 70 و 30 مية هاي حدة وهاي حدة نشوف الزاوية الثالث يامس طيب هسا إحنا بنحكي مجموعة زوايا المثلث مية ناقص مجموعة هدول الزاويتين اللي هين مية مجموحهم 70 و 30 مية إذا بيطلع عندي هون يامس الزاوية الثالثة هون 80 والثمانين أقل من 90 معناته كمان هاي الزاوية زاوية حدة إذن هذا مثلث حد الزاوية لأنه زواياه الثلاثة حدة طيب هسا هذا المثلث يامس خيرا نجد زوايا تمام عندي هذا المثلث يامس بدي أوجد مجموعة زوايا عشان أعرف شو نوع المثلث حسب قياس الزوايا هسا معطيني هاي الزاوية 80 وبدي أوجد هاي الزاوية وهاي الزاوية هاي الزاوية خارجي عن هاي الزاوية فمنحكي مس قيمة هاي الزاوية راح تكون 180 ناقص 135 يساوي مس كم 5 و 40 5 و 40 طيب يامس هون طبعا 10 هون أخذ من الجارة 1 صارت 7 هس يامس هدول زاويتان متجاورتان لازم يكون قياسه هما 180 180 ناقص 35 طلعت عندي هاي الزاوية كم يمس بتجاورات على خط مستقيم وقيمة أو قياس الزاوية المستقيم يمس حكينا 180 طيب هون عندي يمس متجاورات على خط مستقيم بهذا الشكل زي ما انتوا شايفين هلا بقدر أوجد الزاوية الثالثة من خلال مجموع زوايا المثلة تساوي 180 80 45 الزاوية الثالثة بقدر أطلحها يامس نعم بقدر بحكي